أكيد حضراتكم عايزين تتابعوا إيه الجديد بالنسبة لموضوع التائرة المصرية اللي كانت اختطفت حينتشر على مواقع كثيرة جداً فيديو من الواضح أن هذا الفيديو كان تم تصويره من خلال واحد من اللي هم كانوا محتجزين في التائرة في آخر وقت يعني هو حضراتكم بنفكركم طبعاً الطيارة لما اتخطفت يوم الثلاث طيارات مصر للطيران كانت متوجهة من برج العرب للقاهرة والشخص اللي ادعى أنه هو معه حزام ناسف وخدها وراح بيها أكبر القائد الطيارة أنه هو ينزل بيها لأبروس أو هو كان عايز أكتر من مكاية يعني كان عايز تركية بالتحديد يعني ولكن القائد قاله أنه ما عندهمش الوقود يكفي ونزلوا أبروس ونزلت الطائرة طبعاً وكلنا تابعنا كل موضوع كلها وتابعنا كمان الصورة اللي تم الزج بيها بتاعتي أن أنا طاليقة هذا الرجل وفي الآخر على فكرة طلقته قالت أنه هو كان بيعملها معاملة سيئة أنا خلي أنا عايزي توقف بسعة الفيديو ده إحنا الحلقة اللي فتت نشرنا لكم صورة الشخص البريطاني هو ده اللي مدينا ظهره دلوقتي الولد الشاب البريطاني اللي هو تقال عليه أنه هو راح وأخد الصورة معاه وكل كان بيتساءل وقال لك الأول سيلفي ولكن واضح أن هي المضيفة ياسمين هي اللي مسورة الفيديو ده انتشر ست دقايق واضح جداً أنه فيه راكب من الركاب الأجانب اللي كانوا رسية الطائرة لأنه هم محتجزين وكان أغلبية المصريين وأغلبية الركاب كان ينزلوا فزي ما أنتوا شايفين كده أخد صورة وبعدها هي المضيفة التانية برضا قالت لها طب أنا هصورك معاه لا دي مهزوزة طب نتصور صورة تانية فبقت الحكاية هنا أن احنا اتخذت صورتين خلينا نرجع للجزء ده تاني معلش المشاهدين يسمعوا في الصوت اللي هو بس من أول ما هو راح وبياخدوا الصورة أيوة تمام كده انا نحن 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 هنكمل تاني اخر دقيقة الحقيقة طبعا انتم سمعتوا كلمة مهزوزة والكلام ده كله لما انتشرت صورة تعتقد اسمها رانا انا مش متأكدة يعني المضيفة يعني دلاتي من اسمها ولكن اتقال بقى كلام كتير انه هما كانوا بيصوروه علشان يتعرفوا عليه الكلام ده واضح طبعا من الفيديو انه شو هو ده الكلام لكن فيه تحليل تاني قال انه انه المفترض انه هما كانوا بيتعاملوا معا بهدوء علشان يكسبوا وقت الكلام ده كله فزي ما انتم شايفين المضيفة برضو ياسمين بتعمله شاي وهتعود ما تتكلم خلينا برضو نسمع انا حيا ما قدرتش فصر الكلام ده لكن الاجواء طبعا اجواء يعني تحسوها كده في سلام في هدوء في يعني تعامل لذيذ مع خاطف الطائرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طائرة وبناء برضو على هذا الموقع وعلى الاشعاد الكتير اللي كانت خرجت من موضوع الطائرة كان فيه يعني اثير على موقع تواصل الاجتماعي كتير من السخرية لكن الحقيقة طبعا يعني ناس كتير قالتك يعني ياريتني كنت معيهم يا جماعة قالونا الطائرة اللي هتتخطف اللي جاي اللي هتكون هتتخطف وتروح امريكا او كندا او روسيا قالوا لنا بس وحنا نحجز فيها حاجات كتير كانت يعني سخرية في هذا الامر ولكن بقى تيجي على يعني الرد كان من قطاع من الطيران قالوا ان فيه كورسات هم بيعلموهم يعني ازاي يتعاملوا في الوقت اوضاع دي بهدوء وانه لو هم احسوا واستشعروا انه فيه لمسة انسانية في الخاطف يعني فممكن بيحاولوا يستغلوها فيمكن هو ده اللي حصل ولكن طبعا في النهاية بقى البعد الاخر اللي هو راح بخيال ناس كتيرة راح لبعيد قوي قال لك لا دي مترتبة ده السيسي هو اللي مرتبها عارفين مرتبها ليه مرتبها علشان خاطر يوهم الناس ويلهي الناس عن موضوع الشام جنينة يا ايه يا جماعة هو موضوع الشام جنينة للدرجات دي محتاج الرئيس السيسي يرتب حاجة زي دي طبعا ده الخالي الوسع قوي بقى والاخوان والقصص اللي هي الفضيعة جدا وانه السيسي هو اللي مرتب موضوع اختطاف التقيرة ده طبعا يعني احنا مش مع الرأي ده خالص وزي بقول حضراتكم ده الرأي اللي هو يعني رايح لاماكن صعبة جدا جدا لكن في النهاية كان في تعامل كويس الطائرة يعني قدروا ان هم في الاخر كلهم خرجوا من الطيارة هل مثلا كان برضو الكلام ده نوع من انواع ان انت النهاردة علشان خاطر برضو بتكسب وقته بتديله الطمأنينة والكلام اللي احنا كان معنا الكابتن طيار حمد حمد قديه الحلقة اللي فاتت وحكى ان هو اللي كانت من الشباك والقصص دي كلها فممكن برضو وارد ان هم كانت التعامل ده علشان يدولوا الثقة قوي وكده ويبتدوا كلهم يخرجوا من طيارة وهو اللي يتساب لوحده عشان كده سلم نفسه ونيجي بقى للموضوع بتاع النائب العام لما طلب ان هو يتم التسليم وفيه ناس قالت ان الاتفاقية بالنسبة لتسليم المجرمين الموقعة مع ابروس غير مفعالة فإيه اللي هيحصل عشان تفعيلها ابروس برضو كده لما يعني تم حبسه 7-8 ايام على زمة التحقيقات وبيحققوا معه لغاية دلوقتي مفيش جديدة قال غير اللي هو طلقته الحقيقية اللي احنا عرضنا صورتها مش هنطوعهم يعني عشان للأسف الشديد انا فجأت بانه مواقع كتيرة جدا وفجأت بانه لسه اليوم السابع بيناقد نفسه كاتب يعني كاتب كلام عبيد قوي كده اللي هو يعني ايه انه تصحيح للخطأ وانه هو نقالها عن مواقع اخبارية ومش عارف مواقع ايه وهو مش نقلها عن اي مواقع غير انه نقلها عن موقع معروف عنه انه موقع مسيحي بيجمع الاخبار من كل حتة ودي سقطة فظيعة لليوم السابع وطبعا للأسف الشديد لان فيه ثقة في اليوم السابع وكل شوية داعي انه هو بياخد الجوائز ومنونان بروان ومش عارف ايه تنقلتها بقى مسائل تانية لسه يعني حد قيل لي انه الساعة 12 الظهر بتوقيت مصر يوم الثلاث شافوني شافوا سورتي على سكاينيوز والجزيرة طبعا من اليوم السابع وبعد كده روسيا اليوم نقلتها من اليوم السابع واليوم السابع بقى نقلتها منين وكالات انباء? لا مش نقلتها من وكالات انباء نقلتها من موقع ومعايا الاسبتات بالتوقيت اول موقع نزل ومش نزلها على اعتبار انه هو كان بيقول ان دي سورتي لا دي نزلت على اعتبار ان هو واخد مني انا خبر من الفيسبوك فحطت صورتي مع الخبر والخبر ده كان على طاليقة انه طاليقة الارهابي موجودة في ابروس وان دي مفاجأة في الموضوع ان طاليقة الارهابي طيارة خطفة راحة ابروس ليه فقال لك دي طاليقة الارهابي في ابروس وهو رايح يزورها يعني رايح لها فكانت الموضوع كده بس هم نشروا خبر هذا الموقع موقع مسيحي نشر الخبر ده وحط الصورة دي بتاعتي اللي انا بس فيها احمر من هنا بقى اليوم السابع هنا الكارثى بقى صراحة لو ما كانوا استاذ خالد صلاحة نشوف مين الاخ الصحفي اللي عمل ده وارفده صراحة ما هي ملحاش حل او انت النهاردة بتاخد من مواقع زي دي وتعتبر نفسك انك واخد من مواقع اخبارية كبيرة وبعدين اللي بيحصل ايه بقى انه بعد ما عمل التصحيح قالك تصحيح ان احنا نزلت صورة بالخطأ لطاليقة الخاطف وان احنا كان انت نقلناها من وسائل اعلام مش عارف ايه ودولية وعالمية اه اه ده الموقع المسيحي ده بقى وسائل اعلام دولية وعالمية الغريب بقى انه بعد التصحيح ده تصحيحه ده نشره بالضبط كان يوم الثلاث تفاجئوا بقى حضراتكم انه على موقع برلماني الخاص بيه يوم الخميس وصار ادرويش منزلها الخبر والخبر لسه موجود لغاية دلوقتي انه حتى صورتي انا المفروض في متن الخبر بتصححوا الموضوع بيحاولوا يصححوا المعلومة بس صورتي انا ومكتوب عليها ان انا مارينة فالحالي انا مش عارف اقول ايه يعني مش عارفة فعلا اقول ايه في الوضع ده اللي تسبب لي في ازمة وان انا مع كل بقى المواقع وفجئت باني لقيت مواقع وبحاول اتواصل مع الكل ويا جماعة صححوا الموضوع يا جماعة دي مش صورتي دي مش صورة مارينة والصورة مارينة اهيه ويعني أنا في اصداع غريب طبعا بسبب هذا الموضوع زي بقول لحضراتكم يعني القصة بتاعت الطيارة دي أخدت الحقيقة أوضاع أتمنى أنه يعني إحنا طبعا كده فهمنا أنه للأسف الشديد الإعلام المصري لم يتحرط دقي الحاجة التامية أنه بينقل عن مواقع معروف عنها أنها المواقع دي هي اللي بتنقل منهم وهي اللي بتاعت copy and paste يعني بينقل من كل المواقع وبي بجمعها المواقع المصعي بيجمعها في موقع واحد وأنه هم مجرد رازق حطوا سورتي مش بيقولوا أنها سورتي القصة التانية طبعا أنه أنت دلوقتي يريد يوصل الكلام ده للمصادر العالمية أنه أرجوكم ما تخدوش من أي موقع حتى لو هو بيدعي أنه هو أكبر موقع وأول موقع وا 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 لا ما ينفعش بخلاص ما دي خطأ رهيب يعني خطأ وصاقطة فزيعة لا وايه وأنه هو نزل التصحيح وعلى موقعه موقع برلماني الخبر موجوده بسورتي يعني أقول إيه أنا مش قادرة أعرف أقول إيه يعني بصراحة فأنا يعني مش عارفة ما عنديش أي حاجة أقولها يعني حقيقي ما عنديش أي حاجة أقولها فبتمنى أن أي حد يكون عنده فرصة أنه يوصل أنا تواصلت مع روسيا اليوم بقولت لهم هحاولوا تواصل مع روسيا ينوزوا الجزيرة يعني كل ده هدك كل ده استضاعب علي علشان بس يفهموا حاجة يفهموا أنه ما تنقلوش أخبار وانتوا كده يعني عميانين يعني تحروا الدقة في أي خبر بتنقلوه حتى لو في وقت أزمة والحكاية مش قصة أنك أنت يبقى ليك الصبق أنك تنزل قبل أي حد لا الحكاية أنك أنت تتحرق الدقة وأنه لما بتبقى صورة ده سهل قوي أنك تحطها على جوجل إيمجز أو بتعمل شكل الإيمجز وتعرف الإيمجز دي الصورة دي يعني بتاعت مين قبل ما تتنقلها بهذا الشكل موضوع تاني طبعا اللي تعرضوا ليه للناس في هذا بالرغم من المشاهد اللي عرضناها وأنه كان فيه يعني نوع من أنواع الهدوء كده والولد البريطاني اللي تصور مع الخاطف مع سيف الدين مصطفى لكن على الجانب الآخر كان فيه ضغط نفسي وعصبي جليد جدا وبناء على الضغط النفسي والعصبي ده كان المضيف حازم أبو بكر نقل إلى المستشفى نقل أول أمس بعد انتهاء أزمة الطائرة المصري تعرض حازم أبو بكر المضيف الجوي الذي يعد البطل الحقيقي لحادث الطائرة لحالة شديدة من الإجهاد والعياء بسبب الواقع اللي مر بها لأنه هو اللي واجه الخاطف مباشرة وتعامل معه واستطاع السيطرة على الخاطف احنا معنا أعتقد صورة حازم طبعا بنقوله ألف سلامة ونتمنى أنه هو يكون يعني كويس دلوقتي لأن الكلام ده كان أول أمس والخبر المهم إن طاليقة الأخ ده طاليقة سيف الدين أعلنت إن هي كان بيدربها وبيعذبها وإن دي أسوأ سنين عاشتها في حياتها وإن هي كانت صغيرة وهو كان عنده حاجة وعشرين سنة لما تجوزه وإنه بعيد كل البعد قصة إن هو كان جاي علشانها ولا علشان يشوفها ولا علشان السلطات النصرية منعامل إنه يشوف زوجته وولاده وقالت لك ما كانش فيه أي اتصال خالص ولا يعرف حاجة عن ولاده واحد من الثلاث ولاد كان مات في حادثة كمان كل دي معلومات جديدة وبالتالي قصة بقى عشانك يا سارة خطفت طيارة ولا قصة الوهم دي لأنه هو زي بقول لحضراتكم من الأول ما كانش هدفه إنه يروح كأبرس وكان عايز يروح تركيا وحتى لما كان قاعد في الطيارة ومستني وشرب الشاي والقصص دي كلها كان مستني على اعتبار إنه يتم ملء الطائرة بالوقود مرة تانية ويخدموا من أبرس لتركيا فبالتالي قصة إنه خطف طيارة عشان زوجته ولا طلقته ولا الكلام ده كلام عاري تماما عن الصحة وده اللي أكدته مارينا في كثير من حوارتها